تقدم كل منطقة من الجمهورية سحرها الخاص تتنوع التضاريس والمعالم الطبيعية الجميلة في تونس التي تقدم منتوجا سياحيا مكنها من استقطاب ثمانية ملايين وثماني مائة واربعة عشر الف سائح منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية العاشر من ديسمبر الجاري بزيادة بنسبة تسعة واربعين فاصل ثلاثة بالمئة مقارنة بسنة ثنتين وعشرين والفين لتتجاوز السياحة الدونسية أرقام سنة تسع عشرة والفين وهي السنة المرجعية للعقد الماضي بعد أن كان الهدف استعادة ثمانين بالمئة من التدفقات السياحية المسجلة في الفين وتسعة عشر سجلنا استرجاع الحصص المفقودة بالنسبة للعديد من الأسواق سواء الأسواق الكبرى التقليدية وكذلك عديد الأسواق الأخرى في الحقيقة النتيجة هذه ما جيتش من عدم هي وليدة مجهودات كبيرة قامت بها السلطة الأشراف ومثلة في وزارة السياحة وكذلك الدول الوطن توسي للسياحة سواء على مستوى الترويج كذلك الترويج للسياحة الداخلية التي أصبحت مكونها مهم جدا نحن مؤهلين نجم نوصل حتى 20 مليون سائح إذا كان نعرفه نوظف الخطط الاستراتيجية في السياحة التونسية والنوع المنتوج كما حققت تونس هذا العام أرقاما إيجابية على مستوى العائدات السياحية التي بلغت 6.7 مليار دينار إلى موافع عشر ديسمبر حجم العائدات السياحية بلغ 6.657 مليون دينار بارتفاع يقدر بـ 29% مقارنة بسنة 2022 وـ 5.3% مقارنة بسنة 2019 وهي نتيجة هامة وهامة للغاية تعكس أهمية هذا القطاع وحسب البنك الدولي فإن انتعاش القطاع السياحي سمح بتقليس ديون تونس وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية السياحة تمثل قرابة 14% من ناتش الداخل للخعب هي تخدم في 400 ألف موطن شغل معناها مباشر معناها يمكن الضعف متاع وغير مباشر دونك هو قطاع حيوي وأكيد جدا وخفف علينا العبء معناها التدين التونسي اللي وصل وفات 80% من ناتش الداخل للخعب الواردات السياحية هذه اللي جاتنا معناها هذك عملة صعبة دخلناها وهذك خفت علينا باش نجمنا القروضات متاعنا قاعدين خلصوا فيهم وغير ما زدنا تديننا مع الصندوق النقد الدولي وتشير توقعات وزارة السياحة إلى بلوغ 9 ملايين و600 ألف زائر بحلول نهاية السنة الحالية في صورة المحافظة على النصق ذاته اشتركوا في القناة